طاقات شبانية في الجزائر معي اليوم ضيف هو بطل إفريقيا في رياضة التجديف سيد علي بودينا صباح الخير صباح الخير أخريات شكرا على الاستضافة العفو طبعا قلت النهار مفتوحة للجميع من وين رح نبدأ معك سيد علي بداية لو نتحدث قبل التأهل إلى توكيو هكذا توكيو 2020 لو نرجع إلى الوراء شوية نحكيو على البطولة الأفريقية هكذا أو المسابقة الأفريقية الألعاب الأفريقية الذين كانت بالرباط رباط المغربية لو تحكينا عن الانجاز الذي حققتنا تمنيت لو كانت معك الميدالية مره أو أحد أخرى تكون معنا بالميدالية لو تحكينا عن الانجاز الذي تم تحقيقه في المغرب الذي حصلت من خلاله على بطل أفريقيا إنجاز في حد ذاته كان إنجاز عظيم بالنسبة لي أني تعبت هذه السنة لحقق ميضالية ذهبية في المغرب مع العلم أنه في المغرب كانت كل الرياضات شاركت في هذه الدورة إذن كانت الأضواء مسلطة على كل الرياضات والرياضيين اللي نتحصلوا على أكبر عدد من الميضاليات الذهبية الحمد لله وفقني ربي في هذا السباق ونت حصلت على ميضالية ذهبية وفي اليوم الثاني على الميضالية الفضية نعم جميل يعني لو تحكيلي عن المنافسة في حد ذاته في تخصصكم أنتما يعني في رياضة التجديف بطولة إفريقية يعني كان هناك تنافس بالنسبة ليكم كانوا عدة فرق ربما اللي يشكل بالنسبة لي يشكلوا ليك صعوبة في أنك مثلا تحوز على المرتبة الليلة ولا خلينا نقوله أنه كان الأمر محسوم أنه سيد علي في يديها الأمر ميكوش محسوم دائماً لازم كل الفرق تتعب عنا دول قوية مثل مصر اللي عندهم نهر النيل عنا تونس عنا أيضاً المغرب إفريقيا الجنوبية زمبابو أيضاً الأمر ميكوش محسوم دربنا لهذه الدورة وكان مع العلم أنه بعدها على شعر كان في تونس تأهل تأهلات إلى لعب الأولمبياء وكان مكان واحد فقط نعم وعندما حكينا بالنسبة للفرق قلت لي أنه مثلاً مصر وقران تالي بالنيل يعني هل تقصد أنه مثلاً من الإمكانيات أو ربما الفضاءات اللي يدربوا فيها أكثر بالمقارنة بالجزارة نحن لدينا أيضاً شريط ساحلي طويل نحن لدينا شريط ساحلي مع الأسف عنا ندرب في الموانئ الموانئ كما نعرفه في حركة البواخر كبيرة أيضاً ما تقدرش تدرب مئة بالمئة عندك دائماً لازم توقف تخلي قارب يخرج ولا تخلي ولا واحد داخل تمام عندك شيء أما بالنسبة إليهم وما عندهم نهر الليل فيه كيلومترات فيه نوادي عدة نوادي على ضيفة في نهر الليل يقدروا يدربوا وقت ما حبوا إذن هذا يخليهم عندهم أفون صغير علينا بالنسبة إلينا نعم نحن بالنسبة إلينا في الفريق الوطني ندربوا في السدود في السدود تكون ملاحة أحسن معناش قوارب ما كان حتى حاجة المشكلة للسدود أنهم في مناطق بعزولة وبعيدة عن المدن ما يخليكش تكون طوال السنة تكون في السد يعني أنت تقصد أنه ما كانش مرافق اللي ربما مثلا كان وادي اللي تكون بمقربة من السد اللي من أجل إجراءة تيملينات أجل إجراءة تيملينات طوال السنة نعم طوال السنة مخصوص على مرافق كتير نعم لو نحكيه الآن على مشاركتك في التحضيرات اللي يعني أولمبياد طوكيو هكذا 2020 اللي كانت في تونس في تونس نعم أجريت في بحيرة هكذا في تونس أجريت في بحيرة تونس نعم في تونس العاصمة تونس العاصمة نعم في تونس العاصمة يعني في اللاك في اللاك نعم في اللاك يعني في اللاك اللي يعرف تونس بحض الكرم نعم حكي لي شوية على هذه المنافسة أو هذه التصفيات اللي كانت التصفيات كانت منافسة دو مستوى عالي على علم أن إيدي حد دولي أعطى مكان واحد للقارة الإفريقية للدهاب إلى العاب الأنبياء إذن كانت كل الدول جاية باش تنافس وتفوز بهذه التأشيرة كان المستوى العالي كانت تنظيم جيد للإخوة توانسة هناك جاءوا فيه حكام دوليين لتكون دورة على أحسن ما يرام وش نقول لك بالنسبة إلى تأهل كان كيف كانت تحضيرات يعني تحضيرات في تونس ولا هنا في الجزائر لا تحضيرات هنا وتحضيرات في تونس تحضيرات هنا في الجزائر كنا في فصل الشيطاء كنا في تربص في سد ميلا بن هارون في شفف الشيطاء بعد فصل الصيف جينا إلى سد بوكردان هنا بملاية تيبازا عملنا برنامج مع المدربين وكانت تدريبات دائمة عملنا منافسات مثل كأس العالم في روتردام في هولندا عملنا تربصات في مدينة النونت في فرنسا بعدها عملنا البطولة الألعاب الإفريقية في المغرب وراها رحنا لتأهل الألعاب الأنبياء إذا كنا جاهزين بدنيا نحصل رحنا بالإيران جاهزين قمنا بالعام اللي لازم نقوم به غير تأكيد على الماء نستنى وحنا 2020 إن شاء الله يا نربي في أولمبياد طوكيو طبعا نتمنى لك التوفيق طبعا من الناس اللي تبعوا مسارك ونتمنى لك التوفيق طبعا إن شاء الله ذاك الوقت نعاود ونخطفوك ونجيبوك معنا ضيف لنا إن شاء الله لكن جينا حصريا يعني جي لنا نقطة الأخرى يعني حبينا نحكيوا عليها أو نقطة أخرى ربما اللي نحكيوا بالنسبة لرياضة التجديف أنا كنت أحذر طبعا للحديث معك في هذا الحوار طبعا أو هذا الموضوع أنت أسباك ومنصرحت أنه أنه رياضة التجديف هي رياضة منسية في الجزائر يعني ما عندهش قيمة بالمقارنة مع الرياضات الأخرى والدليل أنه حتى أنكم تدربوا كما قلت أنت في الموانع يعني لو تعطينا يعني حقيقة هذا الرياضة يعني هل فعلا يعني هناك التقصير في حق هذه الرياضة نعم هي رياضة مهمشة قليلا مع العلم أنها تحصل على ميداليات في دورة الريباط كانت تاني رياضة تحصلت على نسبة أكثر رياضة الميداليات بعد سباحها إذن أنا بالنسبة لي هي رياضة مهمشة ونشوف النوادي ما عندهمش العتاد اللازم ينقصهم قوارق كثيرة أنا بالنسبة لي رياضي في فريق وطني شاركت في ألعاب ريو دي جانيرا 2016 إلى حد الآن ما نمتلكش قارب ندرب فيها طوال سنة إذن هي رياضة مهمشة مهمشة في الجزائر مع الناس منين عددتان يعني خلينا نتوقف هنا عددتان تمامين هذا العتاد هذا توفروا الفيدرالية وتوفروا يعني هي توفروا الفيدرالية كي تكون في تربوس الشرعة العتاد في 2004 العتاد رو قديم لجاب النسبة إلى مشاوية في العالم وشاوية الناس باش ري تجري توفروا إلا إما الفيدرالية كي نكونوا في تربوس لكن في النوادي ما كاش قارب باش ندربه ثم هذا هو وين يكمل كل مشكلة من حيث الدعم نعرف أنه أي رياضة المفروض أنها تحقق إنجازات يعني وتحقق ميداليات وقاعدة شرف أنا يعني شفتك على حسابك طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي يعني ما شاء الله الحالة مزينة بالعالم الوطني والرياضي الجزائري يرفع في العالم الوطني ويشرف بلاده لكن في نهاية المطاف نشوفوا أنه حكيني عن الدعم يعني الدعم بالنسبة لوزارة شباب الرياضة والدعم أيضا حتى للجنة الألعاب الأولمبية والأمورات هذه يا صراحة أن وزارة شباب الرياضة كفل بالرياضيين يكونوا يتأهلوا الألعاب الأولمبية ووزير شباب الرياضة بنفسه وكلمنا وعطانا ضمانات لتدرب أحسن منها لطوكيو المشكلة هو في اللجنة الأولمبية لا تعملش عاملها بالنسبة لهذا الشيء ما معمول اللجنة الأولمبية هي تكفل بالرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية تباحهم من قبل تشوف الليزة ثلاثة اللي عندهم نقائص كباسيتيت أهل الألعاب تعاونهم لأن الألعاب الأولمبية تحضر أربع سنوات ما تحضرش في الشهر الآخر تراحوا تدير ميضالية ذهبية در من المستحن تشوفوا البطل تعنا مخلوفي يحضر الألعاب الأولمبية تعاى توكيو منذ سنتين رأوا يدخل في طرب بوسات كل سنة رأوا يتدرب هذا هو المستوى العالي إذن باش تتمكن تدرب طوال سنة لازم لك دعم من ورائك لازم لك دعم ما شي غير مادي دعم بشاري أيضا لازم الناس تكون عارف وشارك تدير تدعمك توجهك أيضا تساعدك كي تكون نعم أنا وين سبقنا وين استضفنا البطل الإفريقي هرعدة نعم جامعية في الأستوديو وحكينا على نفس المشكل واتطرق إلى نفس المشكل أنه ما كانش دعم ما كانش الأمورات هذه وهو يخم يعني يفكر في أنه يعتزل فنتيجة ربما الاهتمام ما كانش نتيجة لخلت الإمكانات للدعم اللي ما كانش إلى غير ذلك كيف يرى سيدعلي بودينة كيف يرى مستقبل رياضة التجديف في الجزائر يعني مستقبل رياضة التجديف مع الأسف هل هناك أمل هل تشوف أنت أنه في بصيس أمل في أمل عنا فيها شبانية جيدة جيدة نشوفوا شباب بتاعنا بالإمكانيات اللي كان يقدروا يتحصلوا على ميداليات ويقدروا يصعدوا في المراكز الأولى شوف لي لو كان يبقى دعم صغير بالنسبة إليهم اهتمام بالنسبة لهم يقدروا عجائب في كل مجال المشغل في رياضة التجديف هاي خصهم شوية بركة اهتمام أما بالنسبة رياضة التجديف أنا نشوفها باش نقول لك نخلوها تسقط احنا احنا أولادها وانشاء الله نكونوا هنا باش نساعدوا شباب على لما حضيناش بإحنايا حنا نكون هنا كلمة أخيرة لك لما نتوجه ندائك على الأقل باش يدعموك ليلة وزارة شباب الرياضة لجنة الأولمبية كل مختصين أني من اليوم نبدأ مشوار تدريب لتحضر أحسن تحضر الألعاب الأولمبية 2020 إن شاء الله سنشرف الجزائر أحسن إن شاء الله إذن سيد علي بودينة بطل إفريقيا في رياضة التجديف طبعا نشكرك كثيرا على حضورك وتشريفك لي في الستوديو في هاتهي الصباح نتمنى لك التوفيق إن شاء الله أولمبياد توكيو تكون من نصيبك إن شاء الله يا ربي إذن شكرا لك سيد علي